يعني آه تاني هرجع لكم ان دلوقتي في الاطفال في السن الصغيرة كلها في انجلترا في المملكة المتحدة منعوا اللعب بالدماغ ممنوع الاطفال الصغيرة يلعبوا الكرة بالدماغهم ودي حاجة لازم ندرسها هنا لازم نشوف الناس بتعمل ايه ونشوف ايه القصة فتخيلوا السن الصغير ممنوع تلعب بالدماغك لان بتأثر على المخ فجمع عملوا الدراسة لقوا ان مثلا مثلا ابطال كاس العالم 66 المنتخب الانجليزي بوبيت شارلتون والاسماء الكبيرة اللي حضركوا عارفينها كلهم طبعا حصلوا على لقب سير يعني محفظ الالقاب في تمانية منهم تمانية من اصل 17 لعيب اصيبوا بمرض الخرف قبل الوفاة ومنهم من على قيد الحياة الان عندهم مرض الخرف اللي هو يعني بالانجليزي تقريبا اسمه دامانفيا تقريبا يا دامانفيا او دامانفيا وصيبوا بمرض الخرف من الضغوط النفسية اللي تعرضوا ليها هم صغيرين الضغوط ان انت تلعب قدام جمهور وانت عندك 16-17 سنة وان انت بتحمل مسئولية على عطقك ان انت لازم تكسب منتخب بلدك واناديك وان انت لما بتلعب نطش ويحش الناس بتجتمك وبتسبك وبتروح والأبسن داونز بتقول لعبة ومرك وايز ومره فوق ومره متعور وعليك مسئولية من قلتك والناس اللي حواليك ماشي على كتافك شايلهم متحمل مسئوليتهم وانت طفل صغير دا بيقدي المشاكل ومشاكل كتيرة جدا لما تكبر فعملوا ايه الانجليز غير ان هم طلعوا قانون ان ممنوع ان الاطفال الصغيرة يلعبوا الكرة بدماغهم ودي حاجة لازم ندرسها هنا تحت 12 سنة ممنوع تلعب بدماغك عملوا ايه عملوا كامبينز ودعاية وحملات توعية للرياضيين سموا الحملات ايه سموا الحملة ايه يا ريت تجابوني صور منها جماعة لو جابوها it's okay not to be okay يعني الحملة اسمها كده طبعا استغلوا نجوم كبار للحملة الحملة التوعية دي بيكام وفرانك لامبرد وجون تاري وريو فارد كل نجوم انجلترا الصابقين عشان يقولوا للرياضيين المعتزلين والحاليين واللعاب الكرة it's okay not to be okay يعني مش مشكلة ان انت تبقى تعبان كلنا ممكن نتعرض ان احنا نبقى تعبانين نفسيا ما تكسفش ما تكسفش وتقفل على نفسك وتقول انا مش عايز اوري حد نفسي ان انا تعبان لا عادي ان انت تبقى تعبان لان المرض النفسي زيه زي المرض العضوي زيه زي ما تكون رأتك تعباك صدرك تعبك لقدر الله قلبك تعبك كليتك مش قادر حاس ان انت مش قادر تتنفس كويس برضو ممكن عقلك لما يبقى مش مظبوط وبتفكر في أفكار سيئة وأفكار سلبية كتير وعندك مشاكل لسبب أو بآخر لآخر ده ممكن يكون أخطر عليك من أنت يكون عندك مرض عضوي